مرحبا بكم مشاهدين في حصادنا الإخباري ونبحث اليوم دور حكومة السوداني في تمكين الميليشيات من التغول أكثر في مؤسسات العراق واستحواذيها على المقدرات الاقتصادية فمع تشكل حكومة السوداني أصبح الإطار التنسيقي هو المتحكم الفعلي بالمشهد السياسي في العراق حيث شكلت هذه الحكومة تجسيدا تاما لنهج المحاصصة الطائفية الذي مكن وهيئ لقواعدها حزب الدعوة منذ تشكيل حكومة نوري المالك الأولى الظروف الإقليمية والدولية ساهمت في تمكن وكلاء إيران من رسم السياسة الداخلية والخارجية في العراق بمفردهم حيث ذكرت مجلة فورين بوليس الأمريكية أن وكلاء إيران أصبحت لهم اليد الطولة في العراق مستفيدين من طريق التعاطي إدارة بايدن مع الملف العراقي وكان لكتل الميليشيات السياسية النصيب الأكبر من الدرجات الوظيفية والمناصب الحساسة في حكومة السوداني مثل وزارة العمل التي ترأسها القيادي في الميليشيات أحمد الأسدي ووزارة التعليم العالي التي ترأسها القيادي في ميليشي العصائب نعيم العبودي وتحت شعار مكافحة الفساد بدأت حكومة السوداني بتصفية خصومها لسيما الأشخاص المرتبطون بالتيار الصدري عبر تشكيل لجان مكافحة فساد التي استهدفت أيضا شخصيات في حكومة الكاظمي وبالاعتماد على قرارات قضائية مطوعة سياسيا لصالح إطار الميليشيات وباعتبار القضاء جزءا مهما في تمكين قوى الإطار في اللعبة السياسية أصبحت المحكمة الاتحادية رمزا للمساومات الطائفية إثر استغلال الجهات المسيطرة عليها والموالية لإيران لكسب المزيد من النفوذ وتسيل دعم الكتل والأحزاب السياسية في تعزيز السلطة بحسب ما ذكره معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى وخلال أكثر من سنة مرت على تشكيل حكومة السوداني لوحظ هدوء نسبي على مستوى حراك الميليشيات المسلح ضد خصومها الأمر الذي فسره مراقبون بأن الميليشيات الولائية باتت تتحكم تماما بكل مفاصل الدولة ولم تعد تجد من ينافسها على النفوذ السياسي والاقتصادي طبعا على صعيد الأمن زادت الميليشيات من قبضتها على المناطق التي هجر منها أهلها وحولتها إلى معسكرات ومستودعات ذخيرة ومراكز لشن الهجمات حتى أن المسؤولين الحكوميين لا يستطيعون دخول هذه المناطق كما دللت على ذلك صحيفة نيويورك تايمز مستشدة بما يحصل في ناحية جرف الصخر على الصعيد الاقتصادي قام السوداني بإطلاق عدد من المشاريع التي تتناغم مع المصالح الإيرانية وتخضع العراق على المستوى الجيوسياسي للنظام الإيراني بشكل كامل مثل شركة المهندس المرتبطة بالحرس الثوري ومشروع الربط السيكاكي بين إيران والعراق والذي سيؤدي إلى تهميش موانئ البصرة من البصرة إلى نينوى حيث زادت الميليشيات من نفوذها بدرجة أكبر خلال فترة السوداني وأصبحت المكاتب الاقتصادية التابعة لها تستحوذ على جميع مقدرات المحافظة وتتحكم بأي مشروع استثماري أو مؤسسة مالية في المحافظة وهذا ما أقر به عدد من المسؤولين من بينهم محافظ نينوى الجديد عبدالقادر الدخيل وبشكل عام تمكنت قوى الإطار التنسيقي من القضاء على الشكل التقليدي لمفهوم الدولة ووضع اللمسات الأخيرة لدولة الميليشيات لتعلن عن انطلاق مرحلة جديدة حولت العراق لمصدر قلق والطراب ليس على المستوى المحلي فحسب وإنما على المستوى الإقليمي كذلك مشاهدين الكرام كان هذا استعراضا لأبرز ما يخص ملف تغول نفوذ الميليشيات في العراق في حصاد عام 2023 شكرا لكم مشاهدين على المتابعة وهذه عودة إلى ستوديو الأخبار